في السؤال ده بقى بالذات مطلوب ان احنا نعود الطفل على الطعام بشكل تدريجي تمام؟ يعني احنا فاكرين لما قلتلكم ان مهمة قوي التنوع في الاكل لكن هي رفضة الاكل خالص فيبقى احنا هنا بشكل تدريجي ما ندخلش بقى كذا اكل مع بعض في نفس المرة فاهمين قصدي يعني النهاردة بنأكل حاجة بعد يومين ثلاثة بنغيرها وهكذا يعني بنركز كده على نوع نوع كأننا لسه بنبدأ ولازم نستغل حب الاطفال او هنا يعني في السؤال حب الطفلة للتقليد الاطفال كلهم بلا استثناء بيحبوا التقليد بشكل عام بيقلدونا في كل حاجة عايز اقولكو في موضوع الاكل ده هتلاقي انت حضرتك يا استاذ دعاء ويا كل الامهات التطور ملحوظ جدا في مسألة التقليد هتلاقوا الطفل اللي بياكل اكله بعد كده مع مرور الوقت هيبقى عينه على اكلنا احنا فهيبتدي يرفض اكله هو عشان ياكل اكلنا احنا خلاص فدي برضو نقطة مهمة هتلاقوا يرفض المعلقة الصغيرة اللي انت بتاكليه بيها عشان عايز ياكل من المعلقة اللي شبه معلقتنا فنجيب له معلقة شبه معلقتنا بس تكون صغيرة شوي هيبتدي يرفض ان انت لتاكليه مالله ما انا شايفهم هما بياكلوا لوحدهم انا ليه ما باكلش زيهم فهمتوا قصدي الاطفال كلهم عندهم التقليد لان التقليد هنا مش انه هو حاجة وحشة التقليد الطفل بياخده انه هو وسيلة رئيسية للتعلم في الحياة الطفل لما بيشوفنا بتكلم بيتعلم مننا الكلام بتعلم مننا المشي انا دي جد انه بيشوفنا مشيين خلاص بيتعلم مننا حركة الايدين بيتعلم مننا الامفعلات اللي بالوجه وهكذا ففي الأكل الطفل برضو بيقلدنا فإحنا ممكن نستغل الحكاية دي إن إحنا ناكل وإحنا بناكل قدام ونقول يلا كولي زي وهكذا بنجيب بقى البافتات اللي هي بتتلبس على صدر الطفل ومعظمها دلوقتي بقت فيها الجيب اللي هو المقلوب ده عشان لو الأكل وقع كان زمان الأمهات يعيني بقى الأكل اللي بيقع بيقعدوا يلموه خلاص ما تنزعجيش هاتي مفرش تحتيه المفرش اللي هي اللي بتستخدم مرة واحدة وتترمي دي حطيه كده كبير قوي تحت الكرسي بتاعة الطفل اللي هو عادي يأكل عليه الكرسي بتاعة الأطفال تمام؟ ويبتدي أكليها وبتدي تجرب إنها تمسك المعلقة وحطي لها حاجة صغيرة على المعلقة كده ودهولها هتلاقيها هي اهتمامها بالموضوع ده أكتر من الأكل فإحنا هيدا بنستخدم أو بنستغل شغف الطفل بحاجة تطورية مهمة في مرحلة حياته دي إلى إن إحنا نفيده كمان صحيا عايزة نبه لخطورة البسكوت اتقال في السؤال إن هي ما بتاكل البسكوت بترجعه مش معنى البسكوت وده خطأ برضو شائع إن فيه كتير جدا 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 من الأمهات بيقعوا في الخطأ ده البسكوت مش أكلة ملأمة للأطفال خالص البسكوت يا جماعة عشان بس تفهموا قصدي هاتوا بسكوت كده هاتوا أي نوع بسكوت خلاص ويقروا المكونات اللي فيها أنا بفترض يعني إن هو كمان يعني أنواع محترمة بتكتب المكونات هاتوا مكونات كتير جدا ومعظمها غير ملائم للطفل يعني البسكوت بشكل حتى لو عامول في البيت البسكوت بيدخل في تكوينه البيت مثلا والمواد الدهنية زي الزبدة أو الحاجات دي كلها وفيه مكسبات طعم ومكسبات لون وزي ما قلت لكم مواد الدهنية بتبقى كتير في البسكوت في المخبوزات بشكل عام يعني غير إن هو غير ملائم هو كمان خطر على أسنان الطفل لإن البسكوت وتحديدا بقى البسكوت بالشاي يعني اللي هو برضو أكلة كلاسيكية تاريخية خاطئة الحقيقة فيه ناس كتير قوي يجيبوا البسكوت كده ويعملوا في الشاي عشان يبقى طاري يعني وأكلوه للطفل الشاي ده بيمنع امتصاص الحديد مبدئيا يعني دي أكلة مضرة مش أكلة وحشة وخلاص كده مضرة مضرة بتمنع امتصاص الحديد من جسم الطفل ده والحديد ده عنصر مهم جدا خلاص فكمان بقى البسكوت اللي بقى شبه بايش ده أو طاري خالص ده ماشي الطفل انتوا فاكرينه انه بيبلعوا كله ده بيبلع جزء منه الباقي بيتراكم في الفم والبسكوت ده فيه سكر وعشان كده برضو من الأسباب انه هو بيزود الوزن بشكل سريع جدا تمام هتلاقوا ان البسكوت ده احيانا يتراكم في أماكن ظهور الأسنان أو في الأسنان اللي لسه هتطلع فيهمتوا قصدي فده شيء في منطقة الخطورة على أسنان الطفل اللي لسه بتقول يا هادي دي أو لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم البسكوت كمان بيؤدي للشبع السريع يعني نفسه بتتسد اللي بيأكل بسكوت كتير نفسه بتتسد على طول اشتركوا في القناة